السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي وحكاوي الفلبين في رمضان حنكمل بقى موضوع القصة بتاعتي انا وازاي جيت الفلبين وايه اللي حصل معايا خلال الفترة اللي انا جيت فيها في الفلبين طبعا هنوصل لحد فترة الكورونا وبعد كده انتم عارفين باية الاحداث مش متطلبة الموضوع ان انا اه افور في الموضوع يعني واحكي لكم بقى بالتفصيل الممت فا اه اولا اول ما جيت الفلبين بعد لما نزلت تعرفت كان قبلها بقيمة بتاع اربع شهور او خمس شهور تعرفت على شخص لدي على زكر جنسيته اه الشخص عملي من البحر طحينا اه اه انا وانا بعمل وانا بقى لي خمستاشر سنة هنا وانا خبرة وبتاع طبعا انا مشكلتي ان انا لم باخد معلومة من حد اه يعني كان الاول كنت باخد الموضوع بثقة ان هو راجل ما بيكذبش علي ومش مستعد يكذب علي يعني هيكذب علي ليه مش هيكسب حاجة مني لو كذب علي لكن بعد كده عرفت ان موضوع الكذب يعني اه بقول لك الرجل يكذب وحتى يتحرى الكذب فيكتب عند الله كذاب يعني تمام في معنايا فا اه الشخص كان بيتحرى مش الكذب الكذب ده كان بيكذب اه باكتر من من ايه يعني ده كان بيكذب بكل شيء طبعا الشخص ده بقى له خمستاشر سنة كان موجود في الفلبين اه التهم في اضايا كتير من ضمنها اه اضايا اه يعني في الشرف اه كان شغال في العمالة اه المنزلية وكان بيشتغل في التهريب تهريب العمالة اه اندر ايج بقى شغال اي حاجة شغال وانا ما كنت شعرف كل الكلام ده مزيد على كده ان هو ابتدع بعض المشاكل في الجروب اه اللي كنت عامل جروب الفلبين بالعربي من الفين واربعتاشر او تلاتاشر انا ما اظن كان استاذ خالد حمدان اول الواحد كان موجود معانا في وجروب وكان الاخ ربيع اه كان موجود معانا برضو في جروب والاستاذ اه سعد سقر تمام كانت اول ناس موجودة في الجروب في الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر في الفترة دي مبتدت بقى ايه يعني ايه اعمل كان في قياة جروب اا كنت عامله وصل للحد ستاشر الف اا في خلال الفترة قريبة يعني اا ستاشر الف واحد كان في الجروب ده على الفيسبوك باسم الفلبين بالعربي كان الاول كان الجروب معمول اه ايجيبشان لوف فلبينو اه وده كان سبب من ضمن الاشياء ان انا كنت بدور على صور عن الليل فلبينيين فلقيت صورة منهم كانوا وقفين في صورة خمسة عشرين يناير وكانوا وقفين ويا ار سبورت ايجيبشان والكلام دوت فكنت فرحان اه ومعرفتش بعد كده ان يعني بعد كده عرفت ان الصورة فيه الصورة اه عبارة عن ليفطة كان هما وقفين في حاجة تانية او مظاهرة تانية والليفطة كانت بيضة ايجيبشان لوف اه اه او سبورت اه اه فلبينو سبورت ايجيبشان تمام فافتكرت الموضوع بجد طلعت ان هي فيك الصورة وبعد كده عملت بقى انا ايه جروب باسم ايجيبشان لوف فلبينو وبعد كده ما ما عادش مطولش كبير كتير اوي مطلب غير اسمه ليه الفلبين بالعربي فالفلبين بالعربي قديمة جدا يعني دلوقتي داخله في عشر سنين او حداشر سنة اه الاسم ده ذات نفسه فبعد كده لما جيت هنا على الفلبين كنت انا عامل قناة قناة الفلبين بالعربي وابتديت فيها اربع فيديوهات او خمس فيديوهات اه بعد ما انا كنت ابتديت اعمل فيديوهات في قناة ارفيل وبعد كده اتركتها وكانت اول قناة عربية بتتكلم عن الفلبين كان قناة ارفيل انا كنت منشئة وانا بقول الكلام ده وثقة انا عارف الكلام لا بقوله ايه اه بعد كده اه لما حصل اختلاف من بينه وبالدكتور هلال جيت على اه عملت قناة اه الفلبين بالعربي اه اه كان ساعتها في فيديوهات اه تلتمائة وستين الكويت كما لما كما لم تراها من قبل كان فيديو تلتمائة وستين موجود حتى وقتين هذا في القناة حطيت بعض الفيديوهات التاريخية عن الفلبين حطيت بعض الفيديوهات اه التصقيفية عن الفلبين وهكذا وهكذا وعملت تلات فيديوهات كيفة تسافر طبعا كان اسلوبي وادائي مختلف تماما عن دلوقتي يعني كنت الاول باستحي من الكاميرا والكلام دوت يعني بنكسف من الكاميرا فكنت بطلخبط وبعرق عرق امارئي وبجهز ورقة وبتاعه ودنيا وافضل اعداد وآآ ممكن الفيديو قعد فيه شهر عشان اعمل فيديو مثلا تمن دقايق او عشر دقايق من اعداد بقى وكتابة وآآ والكلام ده كل بعد لما عملت الفيديوهات دي تمام وجيت على هنا على الفلبين آآ ما اهتمتش قوي بالقناة تمام قناة ما كانتش في دماغي اساسا وجيت هنا على الفلبين فآآ قابلت الشخص ده تمام كنت قاعد في انا في بساي آآ في فندق اللي هو مهلكتا وكنت آآ اطع تذكارة آآ بحري آآ انا وزوجتي كانت آآ اللي هي غرفة مش غرفة اللي هو آآ يعني حاجة آآ آآ كده يعني كان واحد الله يصلح حاله يعني قال لي يعني فرح زوجتك ان انت تكون عامل حاجة سبيشال لها فكنت حاجز غرفة آآ كبيرة كده آآ فرست كلاست يعني لزوجتي انا وزوجتي وهو قال لي كلمة يعني كانه كان يعلم الغيب يعني والله قال لي لعله وعسى ممكن ما تقدرش تعمل حاجة دي تاني مع زوجتي وهي فعلا ما قادرتش عمل حاجة دي تاني مرة مع زوجتي وتوفت الله يرحمها آآ في كورونا فآآ آآ لما جيت كنت انا بقى منتظر كان فيه ساعتها اعصار فآآ الشخص ده عملت تاتشي معاه في اول يوم هو كان آآ تعال او وعد معايا وبتاع مش عارف ايه طبعا آآ اول ما عدت معاه معدتي اتمالت قرف من سب ولعن في الفلبنين قعد يعني من الساعة عشرة لحد الساعة اربعة الفجر بيسب ولعن في الفلبنين وانا يعني عشان انا ضيف عنده فساكت مش عايز اتكلم فجاء الشخص ده صخر من زوجتي يالله ارحمها آآ الصبح فطبعا لكم انت تخيلوا بقى ان احنا خلاص كان الموضوع ان انا كنت حامسكه كنت حقتله وآآ زوجتي كانت بتشديني وبتاعه مش عارف ايه والمهم ان انا قلت ايه ياد هنهن ارشك ولا تهنشي نفسك طز فيه على طز في اللي جابه تمام اقعد في الفندق وآآ وعيش حياتك تمام ولا تفكر في اي حالة فطبعا كنت متعرف على شخص تاني كان هو متعرف عليه برضو تمام وكان بيسألني آآ انت عملت ايه في اقامتك طبعا الشخص اللي ده كنت روحت عنده في البيت ده آآ كان كلم الراجل ده قال له لا ولا حيعرف يعمل اقامة ولا بتنجان وده شخص اهبل وعبيط وبتاع وماش حيعرف يعمل حاجة من غيري وكلام يعني فالمهم ان الشخص التاني ده تمام اتصل بيا انت عملت ايه في اقامتك قلت له انا خلصت اقامتي ازاي قلت له والله هي خلصتها تاب وريني قلت له والله ما قدرش اوريها لك اوريها لك ليه يبقى انت كذاب قلت له او هنجزب عليك ليه انت ايه اللي ايه اللي انا حكسبه منك لما اجزب عليك طبعا انا زكرت الموضوع ده قبل كده واللي يخش على الفيديوهات القديمة او في القناة يعرف ان انا رحت كله يعني سبحانك يا رب كانت زوجتي الله يرحمها قالت لهما انا ابني عندي طفل صغير عمره سنتين ونصف ولسه يعني بيحتاج لبن وبيحتاج رعاية وبتاعه هو في نجرس اوكسيدنتل ومش هنقدر نيجي ونروحه كذا مرة تمام وسبحانك يا رب برضو قابلت المحامي اللي حيعمل معايا المقابلة وسجرنا مع بعضه وبتاعه الكلام ده كله يعني الموضوع ان انت لما تتعامل باحترام مع الناس هنا بيشرق دماغهم من فوق وكان بقى احتفالات كريسماس ودنيا وجاي بقى في شهر 11 يعني في اول اتناشر واحتفالات كريسماس وكله مشغول وموسيقى المصالح الحكومية كلها مشغولة تماما بتجهيز الكريسماس والكلام ده كله وانا مش فاهم برضو الموضوع يعني اوي يعني مش عنديش خبرة كبيرة كبيرة اوي بموضوع الكريسماس ما حضرتوش قبل كده وقابلت المحامي والليلة كلها بالدنيا بكله خلص في يوم واحد طبعا اه الشخص ده لما جاء قال لي انت اه انا كلمته فلان الفلاني بيقول ان انت مش هتقدر اتعمل الورق دوت وحتاخد لك شهر ولا شهرين بلا ما تبتدي تعمل الورق قلتول لا ما حصلش الكلام دوت وانا خلصت الورق قال لي طب وريني الجواز بتاعك قلتول لا ما هادرش اورو لك اورو لك بمنسبة ايه قال لي لا انا عايز اشوف قلتول لا خلصت الحمد لله وقال لي طب يعني انت طلعت البطاعة قلتول لا لسه البطاعة لسه قدامها لما ينزل اسمي في في الاجندة تمام اه روح اجيب حديهم الجوازي حطوا عليه الاستيكر تمام لكن كل الاجراءات خلصت يعني تمام قدي ايه يعني الموضوع ده قلتول والله يا اربعين يوم حاجة زي كده وفعلا كان ما كملش اكتر من يعني خمسة وتلاتين يوم وكنت كانت نزل اسمي على الاجندة وخلص الموضوع فا اه وكان حظي يعني من ضمن الحصوص اللي حصلت معايا ان انا رحت عملت الاستيكر وحطيت الاستيكر وحولت ورقي على ادارة باكولود قبل الاغلاق بالضبط بتمانية واربعين ساعة يعني قبل الاغلاق اللي هو البنديميك الكامل تمام والاغلاق الكامل اللي حصل في اه الفلبين تمام اه كنت رحت عملتي ورقي ورجعت كمان على قبل الاغلاق بتمانية واربعين ساعة يعني انا وصلت هنا اه حصل الاغلاق على طول يعني ما كملش يوم بالضبط وكان اه الاغلاق على عموم الفلبين كلها فالحمدلله ما يعني ايه ما كنتش استك وده ربنا بيحبني يعني فالمهم اه الشخص ده كان بيحاربني فطلع علي القصص اللي اقولتها للمرة اللي فاتت ان انا ان انا حرامي وسارق من من كفيلي وان هو اتصل بكفيلي وان انا سارق منه ومش عارف اغراض وسارق منه اوراق وهو اصلا حرامي يعني هو سارق من الناس بالعبيض هنا فالمهم يعني انا مش عايز اصدخلكم في حوارات مع الشخص ده تمام اه لما جيت كنت انا بقى بتكلم انا مع زوجتي دايما وببعت لها اه دايما اه فلوس ببعت لها اه بضاعة ببعت لها كذا 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 فكان عندي بقى كارتين مستفة وحاجات متستفة باغراضي فانا بجهز عشان حن نفتح بقى محل فا اه اتكلمت زوجتي اه يلا يا بنت الحلال انا معايا يعني ايه ربعمائة الف تمام كان ساعت ما مش فاكر كان ربعمائة او ربعمائة وخمسين قلت له انت بقى ايه يعني فيه دلواتي في البنك بتاع مليون تمام فيعني ايه تعال نروح البنك وبتاعه الكلام ده اه تمورو تمورو جر تمورو جر تمورو جل بانديميك تمام تمورو تمورو بقينا في شهر تلاتة انت فين يا بنت الحلال طبعا عدى شهر اتناشر كريسماس عدى شهر واحد عدى شهر اتنين عدى تمام الفالنتين عدى يا بنتي من عايز افتح اتضح في الاخر خالص ان الفلوس بتاعتي كلها راحت على يعني اللي كان فاضل فيهم مية ومية وعشرين تمام لما اظن مية وعشرين الف دول اللي انا نزلت بهم في اه اه اخر اه قبل اه قبل اه قبل البنديميك اللي كان فاضل فيهم مية وعشرين الف تمام دول اللي نزلت بهم منيلا خلصت اه بهم اه ورائي تمام يعني قطعت تذكارة زهاب وعودة كانت عاملة يعني سبعة وشوية رايح وسبعة او ستة جاي حاجة زي كده وغير بعشر تيام اه يعني بضعت شوية بضاعة كده والكلام ده كله وجبت حاجات اغراض على اساس ان ان فيش بانديميك ولا فيها اي حاجة يعني. وبعد كده اتضح بقى ان انا كنت بتكلم فيه دائما ان هو ان الست لو انت بتبعت لها فلوس والان كنت بتكلم لا لا تؤمن فلبينية على فلوس كاملة يعني ما تدهاش الحرية الكاملة في ان انت ادي دها فلوس. لان هي لو عندها اسرة حتنفق الفلوس دي كلها على اسرته. يعني بوش حتنفق الفلوس دي على اسرتها. حتقول المرأة انا بتحكم فيها انا بعمل فيها ما فيش الا زي واحد صاحبنا حبيبي عزيز علي بيعمل ايه يبعت لها الفلوس والاكاونت والاتم والدفتر بتاع البنك معاه فبيبعت لها الفلوس تمام ويعمل تشيكب على الفلوس دي بعتت يعني بعت لها فلوس مثلا بعت لها عشرين الف خمسين الف حط دول في البنك تمام لما بتحطهم في البنك بيجيلوا انتفيكيشن على تليفونه تم ايديع كذا 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 هو مع خط فلبيني هو اللي مشغل عليه والخط ده والخط باسمها والحساب باسمها لكن هي معهاش اي صلاحية ان هي تسحب يعني تسحب حاجة معهاش صلاحية لا معها دفتر ولا معها اي تي ام ولا معها اي حاجة ده كده تفكير صح فعلا لكن انا ده من ضمن الاخطاء اللي انا اخطأتها هنا في الفلبين انها ديت الموضوع كاملا لزوجتي ومكنتش اعرف ان السابورت بتاع الاسرة ممكن ان هي تاخد من فلوسك تمام ده عندهم عادي يعني اه اه يقول لك لا اصد دي فلوس الزوج وحرام ومش عارف ايه والكلام ده كله لا هم عندهم ده عادي جدا الموضوع مش حرام انت سابورت لأي حد في الاسرة فجت الخبطة بقى طبعا انا معايا كام معايا مثلا مية وعشرين صرفت منهم تلاتين اربعين الف حيتفضل معايا مبلغ حاجة اروح افتح بيه طب يلا يا بنت الحلال ان نروح نفتح الا هوب وام رح حصل البنديميك حصل البنديميك دي انت معاك مية الف مثلا تمام طب شكرا بقى شكرا وشكرا على الاخر كمان طبعا اتصلت بناس كان ساعتها في خلال الفترة دي تمام كنت بتصل بناس وعمل ايه فلان وعمل ايه علان وعمل ايه فلان وعمل انت انت ايه خلاص استقاريت في الفلبين اه استقاريت في الفلبين ففيه ناس كانت بتيجي تمزعه ويقول انت قاعد في فسايس اقول له اه قال لي طب خلي بالك عشان بيتفه في الاكل وايه اللي بيتفه في الاكل يا ابن الحلال خلي بالك بس اصلهم مش عارب بيعملوا ايه يا ابن الحلال ما نعايش معاهم واكل وشارب معاهم من الفين وطلاتاشر يا ابن الحلال تيجي تقول لي بيتفه في الاكل وبيعملوا فيه وبيعملوا كلام فارغ يا ابن الحلال الكلام مش كده يعني لا اصلا انت مش فاهم تيجي تتصل بواحد تاني يمزع عليك تيجي تتصل بواحد تالت يفشر عليك تتصل بواحد رابع يمزع عليك طبعا لما كنت انا بقى اه عند الشخص اللي اقولت لكم عليه ده تمام فانا عايز انزل وعايز اقولها لكم بصراحة يعني انا اتحكت عليه يعني تمام انا ثبته تمام تمام ميت فلو 14 وراضيته على اساس ان انا لمنزل الاقي مكان اععد فيه تمام اخلصه اجراءات الورق بتاعي ببلاش ولبسته احلى عمه كده حلوة تمام انا عارف هو كل مرة بيجي يعمل ديس لايك على الفيديو فانا هحرقه النهاردة خليه يعمل خمستاشر اكاونت ويعمل خمستاشر ديس لايك يلا يا عم عيش حياتك النهار عيش حياتك هتعمل ديس لايكات بالعبيد فالمهم ان الشخص ده يعني ايه اشتغلته وثبته تثبيته تمام حلوة قوي تمام ان انا راجل حيجي اشتغل معاه وهو كان عايز تشغلني بالاجبار في موضوع العمال المنزلية واقضعت ان انا حشتغل معاه في الموضوع ده وانزلت اقعدت عنده في البيت اه عشرة ايام وبعد كده رجعت على اه على اه طبعا هو ما اخدش مني لا ابيض ولا سفد ولا اخد مني عقاد نافع ولا اخد مني اي اهباب فبعد كده اه جاء البنديميك وجاء الاغلاق والشخص ده برضو من ضمن الاشياء اللي انا شفتها لما انا رحت عادت عنده العشرة ايام كان فيش اغلاق فقابلت ناس اه شفت ناس بقى اللي هم هنا موجودين في الفلبين اللي بيكرهه فعلا يعني ان بص بولك الطور على اشكالها طقعة اللي بيكره الفلبين لازم يلاقي واحد بيكره الفلبين زيه يعني ايه يعودوا ويفضلوا يتسيروا وينموا كده زي ما انا بنم كده تمام ويعملوا ايه بقى ايه مقاعد النميمة والمارتيس ويفضلوا بقى يتنمموا في الفلبينيين لكن هما ما عندهمش جراءة بربع جنيه بقى بعشرة بيسو ما عندهمش جراءة بعشرة بيسو انه يطلع يقول الكلام ده كده ويش زي ما هما بيتكلموا الفلبينيين فيهم كذا وكذا 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 الا في تعليق بفيك اكاونت او تعليق باسم مش معروف او تعليق يطلع لك بقى فيه بوش بمسك بيعمل لك فيديو بمش عارف ايه لانه ما عندوش الجراءة ان يقول الكلام ده لانه هو عارف ان الكلام اللي يقولو كذب. عارف الكلام اللي بيقولو. من الالف الى الياء كذب. وعارف ان الكلام اللي بيقولو. من الالف الى الياء. اذا تحط في تحقيق. لو دخل في تحقيق. انت بتقول الكلام ده ليه? تمام. هيدام بيدانة فضيعة. ليه? لان هو بيقول كلام كذب. طيب جيب لنا ادلتك. جيب لنا معه. ما فيش. ما عندهش اي شيء. هو بيقول بناءا عن قصص. وكله بيقص على بعضه. لكن الحاجة اللي انا شفتها فعليا. وشفتها قدام عيني. ان انا شفت واحد متزوج من 14 وحدة عنده من العيال انا بقول له انت عندك كم عيل قال لنا ما عرفش قال لنا ما عرفش عندي كم عيل ليه طب من مين اللي بيصرف عليهم قال لنا انا بتجوز وبخلف الست اذا عجبتني تمام انا بقول له على شرع الله يعني ايه على شرع الله يعني بتتجوز وتخلف بعد كده ترمي ما انت فرقت ايه عن اللي هو بيخش معلش انت فرقت ايه عن الحيوان ما الحيوان ده مؤخزة برضه بيقوم بمهمته وبيسيب الانسة بالعيال وهي بتربي وبعد كده بترمي ما انت بترمي وهو وهي بترمي وايه هو ده يعني فين ان انت تربط الاسرة فواحد متجوز 14 وحدة ده انا شفته فعليا والله العظيم واقسم بالله وبيقول لي هي دي اللي قاعدة معايا اللي عايشة معايا بقالها دلوقتي مش عارف 7 سنين وان 8 سنين طب مخلف منها قال لا مش بخلف منها تمام وفاجأ ان قال لها امر رح مش هور لها كده امر رح ان لها انزلي فهي عم تراحت قاعدة تحت رجله وفضلت تدلك له رجليه هو رجل كبير في السن يعني فضلت تدلك له رجليه وتعمل له مساج وبتاعه مش عارف ايه زي بالزبط شغل السيد والخدم وبتاعه والكلام ده كله وبيقول لي لا انت عايز واحدة انت عايز تعيش دور ان انت راجل هارون لا هارون ايه انت عايز تعيش شغل السيد شغل البكوات تمام وفيه خدمين حواليك وانت عايز كده تمام وانت بتستغلي واحدة غلبانة زي دي عشان قومت انا تارك المكان تستغليها عشان هي غلبانة بفلوسك بس اكتر من كان فيش لكن هل انت عندك بربع جنيه عندك بعشر بيسو ان انت تبقى راجل لا انت متجاوز 14 واحدة مخلف اكتر من 200 عيل ما تعرفهمش فين ولا تعرف اسميهم ولا تعرف مين لرباهم ولا مين ده بقى مسلم ولا مسيحي ولا بقى على اني ديانة انت بترمي ومتزرب زيك زي الحيوان بالزبط زيك زي القط طبعا تركته ومشيت انا اتخنقت كلمة صراحة اتخنقت خنقت 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 فلما رجعت تاني على تمام وحصل البنديميك بعدها ابتديت ان اصرف من فلوس الاخر فلوس اللي كانت معايا وشكرا على كده تمام ابتدى البنديميك يؤتم في مرة والتانية والتالتة طبعا انا ابتديت القناة سبحانك يا رب القناة المفروض دي يعني الناس كتير بتقعد بالشهور بتقعد بالسنين عشان يحققوا الربحية من عليها القناة القناة بسبب البنديميك حققت الربحية بعد شهرين ونص ثلاث شوق لو الناس ترجع للفيديو حلاق ان القناة بعد لما انا رجعت وابتديت ان اشتغل فيها كنت شغال في شهر ستة او سبعة بعد رمضان بعد رمضان ابتديت ان انا اعمل فيديوهات بقى بسبب الفشر اللي انا بسمعه وبسبب الكلام الكتير اللي ملوش لازمة اللي انا بسمعه فقلت لا لازم اطلع اعمل قناة اكمل في القناة دي تمام واقول ايه الكذب اللي بيتقال عن الفلبين طبعا طلعت عملت الفيديوهات طبعا فيه ناس حجمتني وفيه ناس وقفت معايا كتير والقناة حققت الربحية بعد بالزبط اه ثلاث شهور وكانت اه في شهر ستة يعني ابتديت ان انا استلم ربحية فعليا من القناة في شهر احداشر شهر احداشر في الفين وآآ الفين وعشرين بس كانت ربحية بسيطة جدا يعني لا لا تذكر يعني آآ كل مثلا كان على شهر اتناشر آآ كنت انا متقادم من القناة ميت ميت دولار وكان مخصوم منهم كمان الضريبة والكلام دوت طبعا جت الفين واحد وعشرين وآآ وكانت آآ الفين واحد وعشرين بالكوارس اللي حصلت فيها تمام حتى لما باجي اتكلم مع زوجتي آآ بقول لها الفين وعشرين الفين وعشرين آآ سنة بالنسبة لي عليها بتقول لي يعني ايه لا تسوبوا الظهر بسم الله ان شاء الله عليها ربنا يبارك لها يا رب بقول لها تسوبوا الظهر كانت سنة عجيبة يعني عليها فعليا فمن اول السنة حصل فايضان آآ دخل فايضان بارتفاع متر ونص عندي في البيت آآ بعدها بخمستاشر يوم او عشرين يوم الشخص اللي هو عم زوجتي آآ الله يرحمها آآ كان حيبني البيت كنت انا شاري قطعة ارض وطبعا كنت بقى سنت اللومينا وكاميلة ولانكاستر والكلام ده كله كل ده كانسلت معاه واستردت فلوسي تمام كنت شاري قطعة ارض آآ اللي كان بيبني بقى بيعمل الاواعد الاسمانتية والكلام ده كله اللي هو عم زوجتي بعد خمستاشر يوم من الفيضان ده تمام توفى واحتسبوه على ان هو كورونا احتسبوا ان هو على كورونا في اتعامل علينا بانديمج كمان ان احنا ما نخرجش كورانتين آآ في البيت ما نخرجش خالص لمدة 21 يوم آآ بعد كده كنت انا بعمل الفيديوهات آآ عندي المكان وعندي كل حاجة وعندي اغراضي لكن مش عارف اشتغل يعني بشتغل بصعوبة فعليا يعني بعمل آآ مثلا كنت بشتغل في آآ يعني كان مش البنديمج كان ساعتها كان مش قوي قوي آآ كان الموضوع ان انا اقدر انزل بالموتسيكل مثلا واروح اطبع بوستر بتاع عيد ميلاد آآ اعمل بوسترين بتاع عيد ميلاد اعمل هدايا اعمل الكلام ده كله فكان بيأدي الغرض بتؤدي ان انت تعرف تنفق على نفسك يعني تقدر تاكل زيادة على كده ان البرانجاي كان رافض ان هو يسلمني اكله وان كان حكيت الموضوع ده كله قبل كده ان الناس الفيليبينيين ذات نفسهم وقفوا ضد البرانجاي ماردوش استلموا منه حاجة آآ الا لما يديني بأسر راجعي آآ اكل لان ما كانش فيه ما كانش فيه لا فيه رز ولا فيه اي حاجة وكان في اوقات بيكون معايا فلوس ومش معايا آآ ما فيش بضاعة آآ ما فيش اكل تشتري به آآ اللعبة دي ان انت بتخش تلعب في جيم الجيم ده بيديك بمعدل آآ مية وخمسين بيسو في اليوم والله مش متذكر . مية وخمسين بيسو في اليوم آآ فآ انا وكان لك just account واحد فانا كان معايا تلات تليفونات اللعبة بتتلعب من على التليفون آآ كان بيديك عشرين كوين كوين واحد او خمسين كوين الكوين كان بستاشر بيسو بش متذكر والله مش متذكر اول موضوع فالمهم ان آآ كان عندي تلات تليفونات. التلات تليفونات دول كنت بخش على بتوع اللعبة. واتفق مع ده. واتفق مع ده على انها شخص جديد. واتفق مع ده على شخص جديد. كنا بنخش عن طريق واتحول لي الفلوس دي طبعا تلات تليفونات. كل تليفون بتقعد عليه ساعتين. كنت بلعب على ده شوية وده شوية وده شوية. فانت بتاخد من ده مية وخمسين وده مية خمسين. يعني بتعمل خمسمائة بيسو. تمام من انت مستريح. خمسمائة بيسو بتعمل خمسطاشر الف. هوب السعر ارتفع. شفاكر والله خمسة مية ومية ومسين. لا كان اكتر من مية ومية ومسين. يعني هو كان بديك خمسين كوين كل يوم. اه انت وم بينك بين الادمن اه ففتي ففتي يعني خمسين خمسين. فانت بتاخد خمسة وعشرين والادمن بياخد خمسة وعشرين. تمام العملة الوحدة كانت ستاشر بيسو. اه ويندوز ار. معلش. اه فستاشر بيسو في خمسة وعشرين. لاحظة. اه ستاشر بيسو في خمسة وعشرين. اه تعمل ربعمية بيسو. فكنت ايه كان كان بيعمل جهاز الواحد كان بيعمل ربعمية بيسو. تمام. فعليا اه. وفضل مستمر الموضوع ده معي لحد ما بعد وفاة زوجتي. كنت بقدر اصرف على البيت. اه كان ساعات العملة دي تنزل توصل لحد تمانية بيسو. وساعات ترتفع لحد عشرة. تمام. لحد لما توفت زوجتي وابتدت العملة دي تنزل. كانت عملة رقمية. تمام. اسمها لوف. مش فاكر كان اسمها. اه. لعبة اكسي. مش متذكر. حد لما فضلت تنزل من ستاشر لتمانية. من ستاشر لعشرة. الاثناشر الاول. بعد كده عشرة. بعد كده تمانية. فضلت تنزل 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 لحد لما وصلت سنتابوس. فوقفت عن اللعبة دي. اللعبة دي بسببها انا عرفت عيش. وما كانش فيه اي موارد. الشركات اللي انا كنت شغال معاها. اه ابتدت وحدة ورا وحدة تروح مني. طبعا الفلوس اللي معاك اه بتصرف منها. الميت الف ديت اه ما كانتش ما كانتش مبلغ اللي هو اللي اللي انت تفتك ان هو مبلغ كبير. اه انت في بانديميك. وبعدين كان في مسئوليتي اه خمس افراد او ست افراد اه في البيت. فانت اكله وشربه ورزه وكهرباء والكلام ده كله. كل الكلام ده كله. اه على نفقتك انت. في بنديميك واغلاق اه الناس بقت بتسحب من الشركات بقت بتسحب واحدة واحدة لحد لما بقت صفر. فيش عند الشركات خالص. اه ابتدت ناس كانت عايزة تدعم القناة. كانت اه في موقع اسمه على ما اظن وحب يدعم القناة لكن ما قدرش يستمر يعني لبعض الاشياء عندهم دعموا القناة مرة ومرتين اه من عن طريق ان احنا نعمل اه دعم مرة كان افطار صائم وكان مرة اه لدعم للاطفال اه بشراء لعب كان لخمسين طفل حاجة زي كده مع مأكلات ومرة تانية كانت مرة تالتة كمان اه للمسلمين تمام وكانت اه من ضمن اللي هي البورجر ده كان احنا كنا عملناها والكلام ده كان اه عايزين يعمله احتفال كان برضو حاجة زي كده فكانت شوية حاجات كده كانت موقع لكن ما قدرش يكمل بسبب سياسة الادارة عنده اه الموقع وقع برضو بسبب وبسبب الاغلاق وكان موقع شبيه للفيسبوك فكل ده بقى بيجي عليك بعد كده حصلت وفاة زوجتي وبعد كده قصة وفاة زوجتي قصة بقى طويلة حكيتها انا كزا مرة تمام يعني دي كانت الاطمق كبيرة تمام زي ده على كده تعرضي مرتين تلاتة للكورونا تمام دلتا انا تعرضت مرتين تلاتة للكورونا دلتا زي ده على كده الفاكسين اللي انا كنت اخده هو الاصل كمان علي في موضوع القلب والكلام ده يعني عواقب في عواقب في عواقب في حاجات في تراكمات في الكلام ده كله لا اقول الكلام بتاعي دوت عشان عن هو اللي حصل لي ده بالفلبين كان الكلام ده ممكن يحصل لي وانا في كويت. كان ممكن الكلام ده يحصل لي وانا في مصر. تمام? اه وفاة زوجتي كانت ممكن تحصل في كويت. كانت ممكن تحصل في مصر. كانت ممكن اقدر اخذها في مصر. يعني تعددت الاسباب والموت واحد. وكل واحد ليه ميقاته في موته وفي معاده. اه لكن بحمد الله ان اه ما زلنا قائمين وما زلنا عايشين الحمد لله. واده رقم واحد رقم اتنين اه ما تيقسش لاي حد في الفلبين. ما تيقسش. والله العظيم ما تيقس. والله والله ما تيقس. ان كان الفلبين. الفلبين ما فيهاش شغل. فدي فيه دول كتير 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 ما فيهاش شغل. وان كانت في ايديك اللقمة او اكلة او ان انت عندك في بيت قوت يومك فعلا والله تحمد ربنا لان فيه ايام عدت علي انا. يمكن الستاذ مرتضى شخص من الشخصيات اللي انا بعزه جدا 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 جدا. جالي في وقت بيكلمني فيه اه ايه يا باحمد انت مش عايز تعمل فيديوهات ليه. فقالت له والله لا فيه فلوس ولا فيه باب ولا فيه اي حاجة. والحالة تحت الصف. وحالة النفسية تحت. اه الشخص ده كان ليها بشكل يعني جزال له كل خير. زيادة على كده لستاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم كان بيتصل بيا يشبه يومي. تصل علي شبه يومي. يعرف اخبار ايه. كان بيخاف ساعات والله العظيم انها ممكن يكون يعني ان انتحر او حاجة زي كده. ويمكن تعرضت كزا موقف اه ان انا كنت فعلا كنت هخش في الموضوع ده. وقال له لست الربنا وربنا اراد ان انا يحط ادم ابني في وشي. الوقت اللي انا بفكر ان انا اعمل حاجة زي كده. فلا يتيقس يا ابن الحلال اه اليأس اه شيء اه هي القنوط من رحمة الله. واعلم ان اي ارش اي ارش او اي رزق او اي شيء هو مكتوب لك. اه هتاخده بالزوء بالعافية. فانت ملكش رزق في الفلبين مهما عمله. مش هتاخد الرزق اللي فما ترميش اللقم على الفلبين. هو رزق. هو ده رزقك. ربنا رزقه لك. فيه كان حاجة من ضمن الاشياء اللي كنت بشوفها في مصر ده زمان كان اه الناس اه اصحاب العربيات اه تاكسياته الكلام ده كان يزنقه على بعض عشان ياخده زبون. يعني لما كان العربية مثلا بالنفر اه كان يزنقه على بعضه ايه وبتاع مش عارف ايه عشان ياخد زبون ياخد زبون واحد. ولما كان يجي يقف في الموقف كنت اقف مع الناس ديه تمام كان يقولك ايه الواد دوت بص عايل ما لوش حل. ده بيجيب الزبون من تحت الارض. لا هو ما بيجيبش الزبون من تحت الارض. ولا هو بيخترع الزبون. وتزنيء ذات نفسه على صاحبه ما هوش الزبون مش جايده. اللي اراد بالزبون ان هو يركب مع العربية هو ربنا. واللي اراد حتى بالفرملة اللي انت حتفرملة فانت حتكون اداء اصداد الراجل. الزبون ده بارادة ربنا. فاعلم رزقك في اي مكان اه في الفلبين في غير الفلبين. هتاخد. ولو كان في شيء شر ليك تمام. فاعلم ان وراه الف خير. والله العظيم انا ما بقولش كلام دروشة. انا بقول كلام بناء عن تجربة شخصية. اعلم ان لو ربنا حطك في شيء انت شايفه شر مطقع ليك مبهدلك. اعرف ان هو ده قمة الفرج اللي جاي لك. والله العظيم واقسم بالله. يعني فيه ضاقت واستحكمت حلقاتها وفرجت وظننته انها لن تفرجه. بتفضل تديق. تديق. وتخنؤك. ولحد لما بتقول خلاص. مفيش مفر وتفاجأ ان الفرج جاي لك من الديق ده. فلا تيقس. ده رقم واحد. اتنين. ما ترميش اللوم على الفلبين. ولا ترمي اللوم على البلد اللي انت فيها. ايا كانت البلد. انت انا اعرف ناس راحوا فرنسا وراحوا انجلترا وراحوا امريكا وراجع بخفاي حني. يعني راجع افاي امر عيش. لا طال عينب الشام ولا بلح اليمن. انا عمال اديكم في امثال. لا طال ده ولا طال ده. ليه? هو ربنا مش ريد له الرزق في الحد. فحتى قرارك ذات نفسك. بين انت ترتاحل. جوت روح مكان تاني. فالقرار ده بيد الله. يعني اقرار اديك اقرى بافتراض. وحط لك عنوان صغير. انا لو ما كنتش مشيت. وقررت ان انا امشي في 2019. لو لما كان الشخص اللي تخانق معايا. وقررت بناء عليه ان انا امشي من الكويت. انا كنت حتى وقتنا هذا ما شفت شب. يعني كنت عديت من عمري خمس سنين. يكون ابني عنده سبع سنين ونص. وانا ما شفت شب. ولا عرفته هو بيتعلم على انهي ديانة ولا في انهي مدرسة ولا في انهي حاجة. وامراتي ماتت ولا ما ماتتش ولا اتدفنت اسلامي ولا مسيحي ولا اتدفنت على اني طريقة. شو بص دي حاجة صغيرة اصغر مما انكم. لو لما ربنا قدر لي ان الشخص دي يعني يتشاكل معايا. وانا اقرر ان انا امشي من الكويت. ولازم ان انا اكون في اخر 2019 موجود في الفلبين بما شئت الله. طبام تخيل بقى ان كان حصل البنديميك وانا قاعد في الكويت. وانا مش عارف انفق على عيالي في الكويت. يعني على عيالي في الفلبين. وانا مقيم في الكويت. شو بقى نارك نارين هو نارك يعني اجارك الله. فبقول لك داقت واستحكمت حلقاتها وفرجت وظننت انها لن تفرجوا. فارجو من كل واحد ما ترميش اللوم على الفلبين. استعم بالله وتوكل على الله ودور في مشروع تالي. وتالي ورابع. كتر الشكوى وكتر اليأس وكتر عدم اليقين في الله هو دا اللي بيخليكم تفضلوا انتم على نفس الحال ده. تفضلوا على نفس الوتيرة اللي انتم ماشيين فيها. لان شيطانك ركبك. هو عايزك تنعدم من اليقين من الله. يعني تنعدم من انت تصق في ربنا. انا ما بقولكش كلام درواشة. انا بقولك كلام فعلي انا عشته. فعلي. فعلي فعلي. وفاة زوجتي كان فيه صالح لابني. شوف سبحانك يا رب. انا بقولك كلام وانا كنت بقول للاستاذ وسامة قبل كده والكلام ده المفروض ان انا ما اقولوش. بس انا بقولك وفاة زوجتي ذات نفسها. تمام. كان فيه صالح لابني. لان زوجتي كانت بلك اسلام جديدة في الاسلام. ومكانتش هتقدر تديله زي اللي بتدهوله دلوقتي اللي معايا. لأ اللي معايا ما شاء الله. قرآن. تسميع. اه حفظ قرآن. صلاة. صوم. فما كانتش هتدهوله. سبحانك يا رب. يمكن هو قدرها وعمرها. موقوف في الحتة دي. لتستكمل واحدة تانية مكانها. في شيء في ابني. هي ما كانتش هتقدر تكمله. ربنا بدور لك على الصالح. ايا كنت. بدور لك على الصالح. بدور لك على الحاجة. حتى لو كان اللي انت حاسه ده. العقاب فيه. حتى لما يعني تخيل لما جات للجلطة. والله العظيم انا قاعد مراتب مراتب تسألني انت انا انا لو جات الدكتور بيشرح لها القلم اللي بيكون عندي وبتاعه مش عارف ايه وايه القلم اللي بتكون عندي في صدري. تمام? والقلم شديد واما ما حد الشي قدر يستحمله ويكون في نفس القوة بتاعته اللي هو استحمله وبتاعه الكلام ده كله. فهي عياطة بتقول انت كنت عملت تقول الحمد لله الحمد لله. وانت وانت آآ سدرك بيتشق نصين. قلت لها اه ما انا عارف ان اللي في الحاجة في الضرر اللي جايلي ده. تمام خلاص انا اقتنعت. انا مقتنع بالضرر اللي جايلي ده في خير. في خير لي. في ايه الله اعلم. فارجو من الناس ان لا تلوم الفلبين ولا تلوم مصر ولا تلوم الكويت ولا تلوم السعودية ولا تلوم اي بلد ولا تلوم الامارات ولا تلوم اي حاجة خالص ولا تلوم ربنا. تلومش ربنا عشان انا بس بوصل معلومة. انت حاول تسعف احسن. معرفتش? اسعف احسن. علم نفسك في حاجة تانية. وتالتة. وربعة. وخمسة. اجتهد بحيث ان انت تمام تكون قديت مهمتك وربنا. وصلي يعني خلص الفروض بتاعتك. وحاول ان انت تكون كويس مع الناس. مسيحي او مسلم. وما تظنش ظن السوق في اي حد. مش كل بني ادم يبقى حرامي. مش كل بني ادم يبقى نصاب. مش كل بني ادم يجي يعمل حاجة خير لله يبقى ليه ولا مصلحة. يبقى بيقفل حاجة. بيعامل حاجة. مش كل واحد ترك بلده وجاه على على الفلبين. يبقى هو جاي وراء خدامة ولا جاي وراء اه لما اخزق اه اه شرموطة ولا جاي وراء مش عارف ايه. انا بقول كلمة شرموطة دي عشان عندنا موجودة في مصر. كلمة شرموطة يعني خرقة. تمام? لكن تتفهم بمعنى تاني. فايا كان حضرتك تمام? ما تظنش ظن السوق يا ابن الحلال. ظن السوق ابعد عنه. ظن السوق ابعد عنه. لانه ده هيقدي عليك انت سلبيا. عيش حياتك ان انت تحاول تسعى ان انت تكون حاجة كويسة. بس. لقيت سبيل عندك وقف اتعلم في حاجة تانية تخش فيها. انا ما كانش ليه في العملات الرقمية. ولا كنت معرف في العملات الرقمية. لسبب البنديميك دخلت في العملات الرقمية. اه بطاق طاق فيها. وبلعب. كاني بلعب. وما بيتجيب اللي هو الاراضي اللي هو اه اه اه. لكنها هو ماشي فيها. يا دوبك منها كله نشر. هل عندك طموحات وامال? لا ده لعندي طموحات انت متتخيلهاش. وعندي امال انت متتخيلهاش. لكن ايه? كل ظروف ربنا بيحطك فيها. تمام? تتناسب مع احلامك وطموحاتك. ما تناسبتش معها. تمام? ما تقفش. كمل. عشان ما تقعش. وبعد كده تفضل تندب وتندب لي على الفيسبوك وتندب لي هنا وتندب هنا وتندب هنا وتندب هنا. يا رب اكن وصلت لكم معلومة النهاردة. وكده ختمت قصصي وحياتي في الفلبين ومعرفتي في الفلبين. تمام? وان شاء الله هبتدي لكم فيديو جديد تاني بكرة. في حاجات تانية تمام عن الفلبين. وعن اه بعض المعلومات عن الفلبين. وحكاوي وناميمة عن الفلبين. وان شاء الله بقى ايه تستمتعوا بالبقية الفيديوهات. شاكل لكم جدا. وارب تكون استمتعتم. وارد تعملوني سبسكرايب ولايك وشير. تضعونا في القناة وتزورونا على كل رابط الموجودة في سندوق الوصف. ولو حبيت تدعمونا من عن طريق الامتساب او من عن طريق. شكرا يبقى شكل لكم جدا. ونستودعكم الله الذي لا تضيعه دائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة